غاني الفنان الشعبي لطفي جرمانة المرحوم لطفي جرمانة اللي كان غادرنا في 10 اكتوبر 2019 لطفي جرمانة من بين الفنانين اللي فقدناهم مبكرا هو من موليد 3 اكتوبر 1967 لطفي نعرفه لبارشا غاني انجح خاصة في فترة التسعينات وقعد يواصل في النجاح متاعه الى اخر سنوات عمره الناس كل اللي تسمع الفن الشعبي وتحب الفن الشعبي اكيد سمعت لطفي اكيد عندها ذكريات مع لطفي جرمانة اللي يرحمه من بين اهم الفنانين اللي نعتبروا انهم نمشيوا على بكري ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله ديما نقعد ونسمعه في صوت لطفي جرمانة وما ننساوش بطبيعة الحال واحد من ايقونات الفن الشعبي في تونس اللي يرحم لطفي جرمانة وباش نقعدوا في نفس التام بش نسمعكم أغاني لفنانين غادرونا مبكرا قبل هذا بيانسور بش نمشيوا الباتي سينيما إنتو ما تسمعوا في بوسما السعفي على إيافام أحلى راديو إيافام أحلى راديو دونك تول 11 و 12 دقيقة فلتنا 11 و 12 دقيقة كما متع البرح دونك نمشيوا نحكيوا على باتي المغروم بالأفلام وجو سينيما مايفلتش الفرصة من 7 حتى العشرة سبتمبر باتي تحتفل بالدورة الثالثة لعيد السينيما تفرج في الفيلم اللي تحب عليه ب7 دينارات فقط في الجو والامبيانس الهيلا متع سينيما باتي اللوكس الكل تلقاوه بيانسور في سينيما باتي دونك ملأ موعدنا يكون في باتي تونيس سيتي أزور سيتي وزيدة كيف كيف مالوف سوس ولا زيدة على الموقع تروى دبلو في باتي بونتيين تدخلوا باشتخذوا فكرة على الفلام المعروضة وتقصوا تيكياتكم ان ليني وتريزير فيه وكل شي دونك كلمونا المستمعين على الواحدة وثلاثين ثلاثمية وثمانين الف ومن بين المستمعين اللي يكلمونا مادام أسمى زروق من باردو مادام أهلا وسهلا ومرحبه عشبه مرحبه مادام دونك مغرومة بالافليمة مغرومة بالافليمة تتفرج في الدار ولا في السينيما والله في الدار وكينا لقى الفرقة على الشميع نمشي للسينيما بايه اخر مرة مشيت للسينيما وقتهش نعم اخر مرة مشيت للسينيما تتفكرش نعرف التزامات وعائلة وصغار وكلما ميسيلش عندك ذكريات مع السينيما كومي عندي عندي مع السينيما قصة تنزيدة مع حق السينيما تاع جيانب آآ لقاعدة فيها بيه والصغيرات ومكليش يعجبهم جو عجو في باتيجة واخره فرجة ايه شي حاجب بيه مادام أسمع عندك صغيرات؟ اي عندي متزوجة وعندك صغيرات؟ قديش عمارهم صغيرك؟ سبية ديسيتون والعزب كتورز ديسيتون والعزب كتورز اي بيه في عمار مناسب متع هكا متع فرجة وسينيما ايه وهكا ولما عائلية في باتيجة اي خاصة نقبل الرنترية ايه صورتو قبل الرنترية بيانسور نستغلوا الفرصة نستغلوا الفرصة خليهم يتفرهدوا قبل العودة المدرسية برشي دونك ان شاء الله السؤال متاعنا يكون ساهل بالنسبة لك وانا انا متأكد اللي هو ساهل برش به اشتربح معنا ليتيكي متع باتيجة وبني ع السؤال هيدا سميلي مادام اسمع فيلم تونسي تلعه في العشرة سنوات الاخيرة ايه مكثريا يناع السؤامة دشرة متاع بلحميد بوشناك دشرة متاع بلحميد بوشناك برافو مبروك عليك ترواتيكي مادام خلينا تربحوا الصغيرات زادها معاك وتمشي تتفرج انتي وياهم في باتيجة تختاروا الفيلم اللي تحبوا عليه ومبروك عليكم اللي ترواتيكي باتيجة تتفرجوا تختاروا الدات بيانسير اللي تحبوا عليها وتمشي وتتفرجوا نسقوا معاكم ونعطيوكم ليتيكي متاعكم وقلولكم كيفاش تتحصلوا على ليتيكي هذوكم بيانسير فام برشة افليم تنجموا تختاروا منهم ونعاود مبروك عليك مادام اسمة الربح معا باتي سينيما دونك من باتي احنا باش نواصلوا رحلتنا كان عنا اشهار صغير نخرجوا اشهار وبعد نرجعوا باش نمشيوا لسارة نسمعوا معاها المشاريع اللي تنجم تعملهم في دارك بميزانية صغيرة إنتما تسمعوا في بوسما السعفي على إيافام أحلى راديو إيافام أحلى راديو إيافام أحلى راديو 11 و17 دقيقة مردي 3 سبتمبر 3-3 سبتمبر 2024 ما زالت رحلتنا متواصلة حتى النص النهار إن شاء الله شيئا طيبة للناس اللي قصدها ربي للفتور نارفن برش عبيد جوع بكري كيفينا برش عبيد جوع على بكري وملحداش سياد أبدا تخمم في الفتور إن شاء الله تسايا طيبة للجميع وإن شاء الله ربي عاون زيدا نسي اللي قاعدين يطيبوا في الفتور في دارهم الكلام مواجه لكم انتوما نسي ولا رجال العبيد اللي تحب تعمل مشاريع وهي في ديارها بميزانية صغيرة ونجم يدر عليك مربوح مادي محترم ما تعاون به روحك مصروف نجم يولي حتى عمل قارو شهرية قارة نجم تعيش بيها واتطور بيها بحياتك بطبيعة الحالة احنا بش نسمعوا كل هذي هنا صايح من عند سارة اسمعلي اللي بش توضحنا شنوما أهم المشاريع اللي نجم ونعملوهم واحنا في ديارنا سارة صباح النور وأهلا وسهلا بحل خير أهلا بيكم مرحبا سارة دونك سارة خبيرة التسويق الرقمي وتبركل عليها بوليفالونت رأي سارة تعمل كل شي تعمل الزفيش الخدمة الجرافيك المونتاج التسويق الرقمي شنوما المهارات الأخرى سارة اللي نجم ونعملوه سينما أنا مخرجة سينما أيك اي بانسور ركيد سينما مخرجة شابة كبيرة سارة ان شاء الله عندها مستقبل كبير وعندها فليم وعندها مشاركات وعندها زيدة جويز مهمة نحكيو عليهم مرة أخرى دونك سارة موضوعنا لليوم نحبوا ندلوا لعبيت ونعاونوا مستمعينا في انهم على الأقل يبدأوا قاعدين في الدار ينجموا يعملوا حاجة اللي تنجم الدخل لهم مربوح تنجم تعاونهم الدخل لهم مصروف شنو ما الحاجات اللي تنجم تعملهم سلوهم المهارات اللي عندك ولا زيدة حتى كان ما عندكش مهارات تنجم تعمل حاجة اللي هكا الدخل منها فلوس وانتي في دارك صحيح هو الناس اللي كلك هما متحدد مشروحها من ديارها خاصة اللي فم فوي حتى اللي زيت بيون وفم مشكون يحب يعمل مصدر داخل إضافي خصوصا أنه طوي التسويق بالمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماع الاي كوميرس والله في المتناول الجميع ونسي كله عندها الافكار وحتى الدراس من الفريب تنجم تبدأ نحكيه لوني مثلا اذا ما عندكش مهارات لباية عبر الانترنت تمشي بالسوق تشري لبسه تعرف كيفاش تصورها ثبطها على الفيسبوك لانستجراك وتعمل مصدر مدخول ربح صغير سهلا ياسر سر خلينا واحدة واحدة يتاب بريتاب النقطة هذي مهمة بالنسبة للعباد اللي تنجم تشري حاجة من البرع يقولك هو منين نشري وكذا يدرشنو انا اللي نعرفو كونو فاما برشا يشريوا قطعات من الفريب يشريوا قطعات الممو والماركات والحاجة الكاليتي بسوهم متاع الفريب ونبعد ينجم هو يبيحها ويسوقها يصورها يعملها في تصويرها مزينا وبتبيعة الحال فاما الذكي الاستينايرا ويعاوننا برشا مش نخدموا تشاور ونهبطوهم بيان بخي زنتي هكا وليه؟ هي الكل في الكل هي الكل في الكل ايه؟ ما فاما برشا بيت سرع تقرأ تشوف هي حاجة سهلة وحاجة صعيبة خاصة من اللي مش مستانس والكل لازموا شوية يطور فيها مهارات ويقرى شوية يشوف يعني زاوية تصوير حتى البردوين كيفاش باش يصوروا بالتليفون يعني التودكسيون بالتليفون والكل هذيك الخدمة يعني يطور فيها روحه اذا هو عنده مثلا يحب يشريد بشم الفريق يصالحه يزينه الكل انا زايته مطالب ان يطور شوية من مهاراته ينجم يقرى في اليوتيوب يعني حتى معدوش باش يمشي يقرى يعمل دي فوغماسيون ينجم اليوتيوب موجود الانترنت موجودة ينجم يستغل وقته ووقت فراغه انه يقرى على ذوياته التصوير ازبوه ويستغل التليفون متاعه ما صعبوهش عليهم المفيد يخرج الليماج يعني مزيانه اللي تنجم تكون بيان بخيزانتي للكليون اللي يحب يشري ممتازة ذاية من بين المشاريع المهمة اللي نجمو نعملوها واحنا في ديارنا سنان شنو نجم يشري اخر ويبيع مثلا وهو في داره من زاكسسوار من زاكسسوار تاوة خارجين من برشة بتاع مزين بتاع اللبسة حتى الوليد ولاو يلبس في زاكسسوار نعملو نعملو اللهم زا كش سور من ينجمو يشريهم اذوه مثلا زاكسسوار انقلوا احنا بسهم الجملة وين ينجمو يتوجه اتنجم اش تنصحهم هكا بيانو الوريونتي به يعني موجودين كمى الاسويق موجودين برشة بلايك اوكسيدي بومنديل معني يا روما الاف ذي الناس الكل هاجل الجزيرة زيكا والاقصار الهلال فما زاد اقصار الهلال سوق يعني نجمع الجنوب والكل فما سوق متاع قصار الهلال فما في بنجردان يعني في كل بلاسة فما سوق معروف يا تكون فيه لسوية مبسيطة على الاخر وحاجة مزيانة للانسان اللي عنده يعني يضوق والكل وشوف روح وينجم يبيع الحاجات تلك بيه ممتازة تربط خيطه مع الجروسيس تتفهم انت وياه تولي تاخه من عنده تبيع وتسوق ومحليك تولي من اكبر التجار ان شاء الله في خلال اشهر بيه هذي فكرة ممتازة سار هذي فكرة ممتازة نجم ونعملوها الناس الكل بميزانية صغيرة ما تنجم حتى ما تتجاوز الميت دينار مهم حتى ميت دينار ميتين دينار هاك هيك هاك هيك هاك ما يسودش بشوية 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 ونكبروا ونكبروا في راس الميل بيه شو نجم وقلوا اخر اه على المشاريع اللي نخدموهم بشوية 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 يلا هيت واحدة واحدة نبديو تيك تاك طم الخدمات الاستخارية كما انسان يكون خبير في مجال التسويق الرقمي مهم كثير من المالية التنمية البشارية ينجم حتى يعني هذه المالية حتى رسمية يعني هو بش يقدم نفسه كخبير يعني بتباع يكون خبير مش كاكة وبرية اي لازمها مهارة بيانسور اكيد لازم يكون في الدومان في التسويق في الماليين نحو اكي وتو على المشاريع الصغرى اللي ما عندهمش يعني عندهم رسمين ولا ما عندهمش الوقت انه بش يعمل التسويق رقمي انه بش يدير الفلوسان تاعه وكل يعمل ادارة للفلوسان تاعه طعنش كون يستحق زادة في الدارة يحب يسمع تلمي بش هاريه يحب يعني انسان يمو تيفيه بش يخرج بش يخدل بش يخرج مثلا من دائرة الاكتئاب وكل هذو مطلوبين سوا يعني ناجم يقدم روحه في المنصة تشتي معي تيك توك فيسبوك وكل كله والانساء والناس تطلب خدماته يل هي تنقدم معطينا حاجة اخرى فكرة اخرى يل فمن الماكلة احتي ما كنت صحتي انا جعت اي الماكلة اي وحنا نحكيه عالفتور ووجوعنا الكل هاي باي الماكلة باي اي شكون مثلا انا يسمع هو يتكب للكومنتر انا نحضر ماكلة بزيز جوتنا كلتي ايجي اجرب هكاية تعجبك الماكلة تنجم تقدمه من غاديك تبدأ الحكاية اي رجال ولا نسير انا الكل انا عصون طيب واي يعني حلان لحلو اتطبخ مثلا اه في العراس تواولات الناس يعني تجيب شكون يطايب لها في عراسها والكل هم مش معادش ملفانين اي شكون معروف يتمو يعمل قاجل الروس هو يعرف بنفسه ويثورو بذات لعبات تعمل شو تخدم في المجال هذك اللي بذان ماه مش كان العراس يعني باي باي مشروع ممتقس اي باي 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 التدريس عبر الانترنت نرجع لخدمة الاستشارية انت مثلا انسان تعرف في التسويق الرقني في المالية في التحاصة تقدم تما منصات برشة حتى في تونس متاع التعليم عن بعض تقدم دروسك وتاخو مقابل مالي نجم تقاري اونليني معنى تقاري اونليني كتابة المحتوي كتابة المحتوي وتصميم المحتوي تواخذ الناس والتي توا يعني يحبوا تشويرها مزيانة تحبوا بيانة تغيزونتابل تما زادة الانتتي في جي انتي كايتديون ولا تنجم تستغل الذكاء الاغتماعي عاونك انك تصمم شعرات بالتباعة تكون عندك موهبة في الليلوين في الحاجات هذي كتنجم تقراهم زادة سمحني صارت نجم زادة تكتب حتى ليسي في للعبيد اللي حقدموا طلبات تكتب لهم ليسي في واللي لاتر دو موتيفاسيون هاي ولا الترجمة لهم الكتابة والترجمة هذي ملقة من الحاجات اللي مطلوبة طو مثلا انا نحب السي في متاعي بالانجلي نعديش فكرة بالانجلي نمشي يعني للناس هذا وما بش يخدموا لي السي في بالانجلي ولا بالاسبانية ولا بأي لغة في العالم ثم زادة كتابة المحتوي يكون محتوي خاص بي خاص بي انا والكل ثم نحراف اليدوية انا نقدم انا التسويق عبر المحتوي بالحراف اليدوية انا مثلا نعرف نعمل الكروشي ثم نتوى ليساك بالكروشي والكل تندونس حرجين الامات انا نخدم الكروشي نبدأ نشوف يعني نعمل السيكان نعمل لزاكسسوار ممي نصور روشي كيفاش نخدم في الخدمة هذيكة مثلا متابعين والكل يحبوا الحاجات هذيكة ويحبوا ياخدوا افكار وممي انا نبعت الملتوج متاعي في نفس الوقت ممتاز بيه برش بيه برش بلا هيت اسمع هيت نزيدو زوز افكار ونخليو الباقي لنهاريخ ايه ثم خدمت باسمي اما اهم حاجة واهم نصيحة لازم تكون تحب الحاجة اللي تعمل فيها والتهور مهاراتك التكنول وجهة تصوير مثلا اذا انت تعرف الطيب وعندك نفس في الماكلة نجم تبدأ من نقطة هذي مجم مدلش المجال اللي انت موهوب فيه يعني اذا بيش يطلب منك مجهود ووقت وفلوس ماذا بيك الحاجة الموهوب فيها تطورها واكثر مشاريع ناجحة هي اللي الناس عندهم موهبة في المجال نفسه ايه الا ميسيرش كواحد يكتشف موهبته تبدأ ينجم يكون عنده موهبة هو مش في اقبائه ينجم اذيك يستغلها ويطورها باش يحقق مدخول ميديو هو منبا يتحرك ولا يمشي ولا يقدم سيفيه ولا يدخل يخدم في شركة ينجم من داره يكون هو صاحب المشروع ويبدأ براسميه الصغير واحدة واحدة ويقدم في مشروعه به ممتز جدا فما حاجة نجمه نختمه بها سارة؟ ايه كما قال احمد الشقيري ابدأ من حيث انت استخدمنا لديك افعل ما تستطيع ممتز صدقني هذا لخصت بيه كل شي تقريبا لخصت بيه كل شي مشكورة سارة على مختلف النصائح هذه واي حد كيد يسمع فينا بيش تموتي فيه الافكار متاع سارة وكلام سارة والبقولة الاخرة اللي ختمت بيها الانترفونسيون بتاعها اذا كان عندك موهبة حاول استغلها وطورها وكيد تنجم تدخلك فلوس راهوا المشاريع تبدأ صغيرة وتكبر بشوية بشوية وتنجم اليوم تبدأ بمئة الف وغدوة توصل حتى للمئة مليون ان شاء الله ربي يرزق الجميع وان شاء الله ايامكم الكل هزينا يلا بيش نواصلوا واحنا بعد شوية بيش تجينا جي جي بيش تحكينا على اخبار تحكينا على نجلة الفنانة المصرية شيرين شنية الحكاية شنوه سر تفوقها رغم المشاكل اللي تعيشها والدتها والمشاكل العائلية بش نحكيه على خطبة في الستين سنائة مشروع جواز زواج في الستين سنائة وبرشة اخبار اخرى تسمعوها حصريا مع جي جي بالتعليق بيش بني نويها وقبل هذا الكل بش نواصلوا في الاغاني وبش نسمعوا واحدة من الفنانين اللي انا بصراحة نفتقدها ببرشة برشة نفتقد صوتها المميز الفنانة السورية ميادة بسيليس اللي ايام اسمعناها اللي ايام اتربتنا بصوتها واحدة من اشهر اغانيها شنو بش سمعنا عزالية ميادة بسيليس عادي واحدة من اشهر اغاني ميادة بسيليس نسمعوها مبعضنا وبعد نرجعوه في بقية برمجنا ايام احلى راديو 11 و34 دقيقة ما زلنا مواصلين معكم في البرمجة الخاصة هذه من طوح حتى لنص النهار ما زلت عنا اخبار بش تجينا جي جي بعد شوية تعطينا اخر الاخبار الفنية والمتفرقات واخبار ما تسمعوها كانوا مع جيهانة بانسور انا طوح بش نحاول نقدم دي 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 كاس لأصدقائنا المتابعين والمستمعين نمشيوا يفهم دي 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 كاس بتاع زواج حظرنا زغروطة مزيانة عزة بش نحكيه على زواج سابرين قبطني اللي اخوها بانسور بسين قبطني يقول لها ان شاء الله مبروك هي اخته وصديقته ما فهمتش اخته ولا صديقته صديقته اللي هي في مقام اخته هكا نورمال مو ان شاء الله مبروك سابرين وان شاء الله بالهناء والسعادة دايمة بسامي حبي يقول لك ان شاء الله بالفرحة الدايمة والسعادة وان شاء الله ربي يهنيكم زيدا كيف كيف انا نحب انهني صديقتنا وعدة رجب اللي هي حلت اول سانتر دوتوالي تاج متاع حيوانات في سوسا عرفتها كلي تلهيهو بالحيوانات وكليه وكحاجة مزيانة هي سميته مينوش هكا اسم التيران وان شاء الله بالرزق وان شاء الله بالبركة زيدا كيف كيف ما نصوروش انا في اطار الاشهار لانه حكاية صغيرة ومشروع صغير ليه وفكرة مزيانة فكرة مزيانة هي باش العباد طلقا وين تتلهاب الحيوانات ان شاء الله مبروك وعدوا وان شاء الله بالرزق وان شاء الله ربي يفرح الناس كل مستمعين ازيدا متبخلوش باش تبعثونا وفرحنا برشا انكم تشاركونا افراحكم وتشاركونا اخباركم السارة صباح نور جيهان صباح الخير وسامة محليك منور استوديوك العداء يعيش يعيش منور موجود وليه ذكرتني بالحكاية متاع صديقتك اللي منسوسها في بالك مبين العجيب والغرايب اللي يحكين عليهم انه فما نزل للنباتات معناها انت كتمشي تسفر عندك بلونت استنيني استنيني ايه انا ريت النزل اذا كان جاي موجود في تونس انا نولي اول حريف انا مشكلتي نخلي نباتاتي ونخرج مدلع بالحق راوي يغيذوني ونبدأ نخمم مش كون بش يسقيهم وكيفاش ونوصل لنوصي حتى الجيران فهمتني ولكن لازم نخليوله مفتاح الداجوش نسقي للنباتات ايه هذي الوتيل وانت مسافر اتنا شو مدخالي 3 ايه مربع يمقدم موضة السفر بتاعك يتلهو بيه البلونت بتاعك فيه امين الله قاعدة غاديك الشيخة مسقية مروية وحاشة اخرى عندهم افانتاج اللي هما يشوفو كان عندها مشكلة يبدو لها تربتها ايه كالحاجة تدوك مكنا اللي احنا نفهموها مش حاجة خاصة عن خصائيين دايق ومقارين احنا عنا البس تانا وكل شاي دايقية دايقصاص 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 مشروع اي فكرة مشروع ممتازة نتصور انا توينسل كلهم عندهم ديبتيج عقدان في الديار هكا محابس فما كل نبتة اللي هكا في دارك تعز عليك فما اللي بلونت دانتريور جيين رام غالين برشة ولزمهم لهوة كبيرة يعني اذا كان انت تخليهم في الدار تروح تلقاها ذيبلا ولا ميش مسقية ولا بنتت عاد سمحني معناه انت النبتة ذي شريها صدقني معناه ارخص نبتة ارخص بلونت دانتريور معاقلش متخمسين دينا دونك ما نتصورش متعزش عليك صرتوه في البريود متاع الخلاع على عبادة تسافر تقعد بالجمعة جمعتين في بلاصة معينة والانسان عندو صفر وين بشي خلي نبتاتو تكون بشي يسقي هملو ويتهيلو بيه نتفكر اقبل في الافليم الامريكية القديمة كنا نتفرج ترقاهم صفروا هايز اسفيديل محبس نتوهو في الكارابر نقضوا بيتين نحنا تنمو يعز عليهم فرض من العائلة على خاطر تنكو تسقيه ويحيى بالمي سيكورو في نفرج هنا الرا نباتاتي خضرة هكا ومنورة راني نفرح هاي بالرسمي راني نعمل نعمل بون كيف طم بعد نبعتلك سليم تصويرة النباتات عدي هنا خلي الناس كل تعرف وان شاء الله زيدا شوارعنا يرجعوا هكا ان شاء الله فهم حملة دايور فهم حملة لتشجير قاعد نشوف فيها قاعدة دورة على مواقع التواصل الاجتماعي انو يحبوا يعجعوا مازال هو في نوفمبر ايد شجرة في نوفمبر اول حد في نوفمبر حاجة هكا اما لي مش لازم نستناول المناسبات بش نزرعوا راونا نشجع اي واحد بش يجرع شجرة قدام دارو بش يساهم في تشجير الاماكن العامة وين يلقى بلاصة بش يزرع فيها يزرع ما قدام دارو قدام البلاص في اللي زيس باس كوليكتيف نزرعوا شجرة راينها رايخ راي تولي تبرد علينا وتعطينا الخضار والزينة ومحليها راي تونس الخضرة هيا تونس بش معروفة شلا ترجع خضرة كما كانت به من نباتات وعالم النباتات نمشي والعالم المشاهير اللي كل مرة ناس مو حكاية والله الحقيقة انا لفتت انتي به الحكاية هذي عليش خاطر بش تهزنا لاثنية اخرى يولندا حديد ام جيجي وبيلا حديد اه جيجي وبيلا حديد من كانت ذوكما الفلسطينيات اللي دي ما ساين الهم ذوكما المشاكل وكل شيء دونك وقت اللي انفصلت على والدهم قررت بش معاش تعود دحيتها واخذت مازرعة وبعدت هكاية واعتزلت اللي غيزو سوسي واعتزلت برشة حاجات ومشيت بيت الجابلك اثرنا احنا بالمسلسلة للتركية دونك سيج جوزيف هذي جينولي قلها لي مادام هذي نورمالمون بريطاني نورمالمون تونزيدوا ثبتوا غدوا ان نتأكد لكم المعلومة وهي عمرها ستين سنة اطلب منها الزواج عرض عليها الزواج رغم اللي هي كانت معارضة الفكرة وكانت رافضة كل نوع من الانواع متاع الموعدة والارتباطات وكل شيء لهني الحب ينجم يبادل المقاييس يعني الساعة هي وفقت علي بعد ما كدت رافضة الفكرة كانت رافضة الفكرة بتي تنزيدها هي تصويرتها هي وليه هي ساعة ستين سنة انا ستين سنة موش هي ستين سنة والله حتى هو تحس ومهوش كبير مانيا رجل اعمال هذي خرجها من العزلة الحب وما ادرك ما الحب لهني شو محليهم بربي وسيمة نمشيو للموضوع الاخر احنا في الستين سنة كان نفرضو مرا عندها هكا قوة شخصية واعودة تحياتها نبديه ملحومة واحنا ماشيين اه الكلمات عيب كيفاش طوى نرمال صغارها في طولها طوى اعليش احنا هكا نخممو اعليش راهو الانسان مدام مازال فيه نفس ومازالت عنده الصحة اراهو ينجم يعطيه مدام قلبه مازال ينبض مازال فيه الحياة ينجم يعيش اي اكسبرينس يحبه هو والحب ما عندوش عمره يلي راي حرية شخصية شخصية ويولندا معناها هكريت انتي عمرها ستين سنة وما تظهرش عمرها ستين سنة احنا راهو عنا مشكلة في تونس اراهو تلقاها المرأة تحب استنيني تاو تفكرت انبيرة اخرى ايو اخذيته على فلوسه وطامعة فيه اي وما يخرش ولاعيب لاي الحقيقة والفاميليا كان لزم تقتحها انتي شفت هالفيديو متاع المرأة الموسنة البريطانية اللي عمرها ميو اثنينة وقت اللي حقت امليتها بالقفز الميظلي عملت سوب بالميرالة جمعة الفيتا احتفلت موسنة بين ظافرين عمرها ميو اثنين حبت في عيد ميليدها الميو اثنين تطلع فيك الهليكوبتر وترمي يروح القفز المظلي اراهو حاجة زدها تواسنين ما خلتهش في قلبها احنا ميو اثنين كان خلطت لهم رامض محطوها ساية في التركينة وساية اراهو بالحق انا عليش تلفتتني الحكاية هي ان شاء الله مبروك عليها الخطوة متاحة اما انا حبيت نخرج بحكاية خليوا العبيدة تعيش اللي يحبي عرس خلي عرس اللي تاخذ راجل اكبر منها خلي تاخذ راجل احنا ستين سنين تصلي على كرسي احنا ستين سنين ساية تبدا تخمم في الريتريت تبدا تخمم في الريتريت اللي شو ما حلي هي وبناتها حرية شخصية والله انا نحبهم انساء هذو ما اللي عندهم الكوغاج راهو احنا ساعات تقول لك ليه ما نجمش على خطر ولادي اي ولادك بش يمشي ويعاود وحياتهم وصر لهم شي بناتها سباية باركالة كبار اي ومشيف وحياتهم ومستقلين بحياتهم وعندهم اعمالهم الخاصة وخدمتهم الخاصة هي اختارت انها بش تكمل احياتها مع شريك هي اختارته بدلها فكرتها بعد ما كانت رافضة الزواج هي كانت كانت رافضة انها تبدل شريك حياتها عاشت معها اما اذا كان صادف الحب من غير معاد اكيد انها بش تبدل افكارها وتحاول انها تسترجع هكا شبابها من لول وجديد عاد يروا ينجموا يعيشوا حياة كي معمورهم يعني رو ما همش بش يعيشوا الشباب الدائم ولا بش يرجعوا ديجان ولا مراهقين اما بش يعيشوا كوبل متاع ستين سنة عادي كيما اللي رأوهم في الشارع تلقى حاج وحاجة ساعات في تونس نحكي شادين يدين بعضهم شاقين الزنقة محليهم بناتهم عشرة فهمتني هذو ما زيد اتعرفوا لابعضهم الول وجديد نجموا اخويا يعيشوا في الدار اكيد بثلاث سنين تسمع لي حات شي وقت اللي يتزاوج بزاوج له هذية تحلت البيبان في وجهه ويقول وش ساعد ولا يخدم بلك دي وانت جيت بخيس بكل شهر عنده غنية جديدة دونك برامو خامو ملقاه قال لك خننرجع الوش الساعد ذولي فيها تخديمة مخو ايه يخدم مخوه يرأى اللي هي عشرته اللي هي يعني مرتاح مرتاح معاها وكيكون معاها ينجم يخدم وهو مرتاح ميقعدش بالو مشغول يركز في الخدمة وهي تهني على برش حاجات يقول هو بنت الاصل معناها المرأة عاملة معاه البيت فماش عليش خطرون تخطون وسي ما خرج هو مصممت ازي وطلقاها عمالة المقارنة والقائل اللي هو قال الفرق بعيدة المشكلة مش هذية المشكلة اللي يسي احمد سعد مش يعمل حفلة في الساحل بقي مش هذي المشكلة الساحل متاحه مش الساحل متاحه يجيبت غاديكة مش مصر اه وهو يغني عامل بانكيف عمل غلطة ما فهمتش كيش قال لوم اخو هاز الميكرو الحفلة ماي في الساحل الساحل في اي بي اي بي تلفت يلقى الدنيا والديامون ليه مارك والشيال قال بحب الاغنياء ايه الاخرين اكلم اغنياء شوية قدامهم في المهرجانات وتخني قدامهم في الاسكندرية وتخني قدامهم في الفيوم ليه زيد التين بلا بحب الاغنياء لأنهم اذكياء اذكياء زيدة اه ميلا اذكياء عارفوا كيفية عملوا فلوس هذيك هو اربطها ومهيش مربوطة الاغنياء ايه ساعد تلقى ذاكية وعالمة عاجة حيثوا كل يقرأ في الكتب وكل شي معينوش بشي والي يثاري معناها فنين راهو يدخل في بيج كيف ما هكيكة كيف ما قلت انت يمشي يعمل حفلة في المنصورة عمل تمييز لهنا تقول بحب الاغنياء معناها عندك ميل للعباد اللي عندهم فلوس على خاطر منيش عارف بطيتر هما يظهروا له العبادة العبادة ذيك هي اللي تدفع هي اللي تعطي اكثر كشي بطيتر هو يحس روحه مرتاح كي غني في السيحة القدامة عباد هكا ما تنجم تكون حاضرة كان في البلاسة ذيكة لقد نعرفوا اللي البلاسة ذيكة تطلب برشة مصاريف وميجمو يمشولها كان اثرياء القوم ولكن الهنا كي انك قسمت جمهورك اثرياء ودسوع وتركيومية فقراء معناها ولا ببسطة فقراء ما حابتش انقولها الفقير المخ كيف يقولوها ليه وانتي كفنين ممنوع تيح في بياج هكيكة كيفيش بش يصلحها احمد سعد ويخرج منها الحكاية ونتفكروا شيرين شيرين اللي بنتها تفادلك بتونس قتلك باقدونس برشة كلم راو يقولوه ساعات الفنانين في لحظة هكا متاع تفاعل بينهم وبين الجمهور السيرسان وما يقرأوا لوش حساب ومبعد يتحاسبوا عليه ويصير عليه بوليميك لليوم شيرين تتحاسب ريت كل ما تصير لها حكاية مع حسيم حبيب يعاودوا يتفكروا لها الحكاية دي كي ما ما شربتش مني لها قالت لها بتجيب لك البل هارسي معناها الفنانين يلزمهم يعملوا عقلهم راو يتكلموا راو الكلمة بحسابها يحسبوا كلمهم بانشور يحسبوا كلمهم متما تجمش معناها شوف جهين كل فنانين جفالي وراه ماناجير ودجا قاعد نشوف برشة أغلاط متاع برشة فنانين وهذه أغلاط متاع الماناجير والمستشارين الفنان لازم يكون عنده مستشار فني يوجهوا يقولوا يقولوا وشنو ما يقولش تصريحاته يتحكم في بطبيعة الحال حواراته الصحفية علقته بالجمهور طريق ظهوره خاطر هذي ورطة ورطة كبيرة كيفش بش يخرج منها أحمد سعد كيفش بش يصلحها طوى وقته شيرين قالت تونس على وزن بق تونس وبنتي تفادلك اما هذي روطة طبقية هذي تمييز كغيمون معناها شوف انا بش ما نظلمش زيد العباد جيهين انا في التصريحات الضومة نحسبها حاجة تلقائية سبونتانية كلمة تقالت ناخدوها بتفادلكة ما نهولوا هاش وما ما نزيدوش الطين بلا هني قلت لك انا كيما تونس وبقدونس والبالهاري انتجهم يخي هو بالحب انسختموا ما صارت فاس تنين والبالهاري سترابطوا اما انك تقول بحب الاغنياء راهو ايجا نقول لك وسيمة فما حاجات يمشوا في اطار المزح في اطار اما علش تقول بحب نحبكم محليكم عليش الاغنياء فهمت ايجا تقول انت متحبش الاغنياء جيجي ليه معنى في حياتك دير بالاغنياء قولها لاصحابك مثلا انا ويك وقل لك وسيمة رانينا نحب الاغنياء جمهورك راهو عندك صغير الكبير الاغنياء يلزم توزن كلمتك متحبش تبرر له احمد سات حسيتك هيك ليه خاتر بالحطر ما حبيتش نكون قاسي عليه لانه قال كلمة هكا في لحظة بينه بين جمهوره وكلمة القائية من نجموش نكونوا قاسيين باشا اول ما بديت تحكي قلت لك شنية العملة جديدة اللي اعمال السحيط اما العملة هذي هي اللي ورطة خلينا ساعة نرجعوا الاخبار واحدة واحدة جيين خلينا ناخدوا نفس نخرجوا الاشهار ونرجعوا مع ابقية الاخبار انتو ما تسمعوا في بوسما السعفي على ايافام احلى راديو ايافام احلى راديو احديش واحدة وخمسين بقيقة مازلنا مواصلين مع اخبار جي جي كنا نحكيه على احمد سعد والغلطة المطبعية اللي قام بها الخلطة في احدى تصريحاته الاخيرة احكينا زاد على خطبة في الستين سنة ومشروع زواج انتع ام العريضتين الفلسطينيتين هم من اصول فلسطينية وباش نواصله معكم نحكيه على شيرين اما مش على شيرين في حد داتها باش نحكيه على عشامها الموضيئة في حياة شيرين اللي هي اللي هي بنتها والله حاجة تفرحها على الاخر اللي بنت شيرين طلعت من المتفوقين في المدرسة البريطانية في القاهرة مبين الاوائل طلعت مريم بنت شيرين هنا سؤال عليش معناها شامعة موضيئة على خاطر في ظل اللي قاعد ساير الشيرين في السنوات الاخيرة رو في السنوات الاخيرة معناه مفمه حتى نهار بخيس كتعدى على شيرين انهار بالجداء وانهار محله دي ما فمه مشاكل ودي ما فمه حكايات انها تخرج لبنية هذية وتكون من المتفوقين رغم المشيك الاسرية ورغم وراء وكي ما قلنا البيرح متعديش عليها شوية متعديش ومش سهل انك تكون ابن فنان ولا بنت فنانة معناها مش سهل جملة نعرفو الكلام في الشارع على عباد زملائك في المدرسة والتنمر على بعضهم اديك حكاية اخرى كبيرة وعريضة معناها اه 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 اما انا زادة نتصور رغم في المدرسة البريطانية التنمر ممنوع منعا باتا اه اكيد رغم اصغار يتحسبوا على كلامهم رغم انا البيرح نتفرج فيها مسلسل عيتوا للولية عليش خاطر بنته شدة تبريكية ايه خاطرهم بابا اعلمني ايه معناها شوفي فيش تعلم فاة اه تعلم لا 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 ولا ولا فاطمة تعلقك لا 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 وصلنا للتعذيبة بتبيع اتشلت الرياكس يوم تعمرتوا في بيرو المديرة ايه ايه حبيت انقول اللي في بعض المدارس ارا وفهم حاجات ممنوعه ممنوع انك تقول لصاحبك كلمة عيب ممنوع انك تتنمر على صاحبك ويعيته للولي ويحسبوه ولا الرقابة صارمة وممنوع انك تستعمل ادوات حادة ولا تهدد زميلك بكلام ولا بقول ولا بفعل ولا اللي هو شروط صارمة ايكيد انها في حماية في المدرسة هذية اما الخارج والفيسبوك واللي حكيت تسمع فيهم على امها هذيك الكل ما اثرش فيها مريم بنت شيرين منقولها اما في صف بوها ديما تخير انها تعيش مع ابوها بنتها صغيرة شوية متعلقة بحسيم وبشيرين اما ديما مريم تحسها بعيدة شوية شيرين فرحت على الاخر بالتفوق متاع بنتها الهني عليش حكيت عليها الحكاية كما العادة اسيمة كل الحكاية لازمتنا نخرجوها نحب نقول راهوا المشيك العائلية في اي بلاسة وصار في اكبر العائلات وفنانين ومعروفين المشيك الاسرية تصير ركزوا على قريتكم الصغيرات متخليوا حتى حاجة تأثر عليكم ولا تعرقلكم في نجاحكم احنا الهني مش تنصحوا الصغار خطر الصغار ديجا ما تنجمش تقول له ما تخلي حتى حاجة تأثر عليكم ديجا صغير تنجم راهوا كلمة تهزوا وكلمة تجيبوا اي حاجة تنجم تأثر فيه كراحة اي ما هي ما هيش كبيرة رايب انتشيرين انا الهني ننصح الاولية انهم يخليوا صغارهم ايزولية على المشاكل اللي عيشوها شورتوه اذا كان بش يصير بناتهم كونفلي ولا نقاش حاد ما لازموش يصير قدام الصغار نحاولهم بعضو صغارنا لماكسيموم على مشاكلنا ما نشاركوهمش في مشاكلنا بقدر انو نشاركوهم في اللحظات البيهية ووقت اللامة العائلية ووقت اللي نسعروا قدم التلفزة ولا نحطو فيلم ونعملو بارتي سينيما ولا نخرجو ان فاكانس ولا نمشو نحاوسو ووقت اللي تصير اي مشكلة بينلي كوبل نحاولو نخليو الصغار بعاد كان لازم تهزو صغير الدار ما ميتوا ووقت اللي بش تصير اكل الاشكالية متاع هزو جيب وقسمة ومشاكل من نوعه هي تصير بينلي كوبل دونك بصراحة نحاولو انو صغير ما يتمسش واذا كان لحظنا اي شانجمان في تصرف الصغير راه العلاج النفسي راه مهم المتابعة النفسية مهمة ما تحشمش بصغيرك بش تهزو البيدو بسيكياتر بش يتبعو يشوفو شنو اللي عندو شنو اللي مقلقو تفهم صغيرك متقلق من الوضعية ولا ليه وبطبيعة الحال النتائج المدرسية تعطينا امبريسيون على انو صغير حالة التلميذي حالة التلميذي اذا كان هو شهد انخفاض في نتائجه المدرسية هو راه عيش في عزمة نفسية اما السعيب وسيمة راه سعيب انك فرد دار انا نحكي على فرد دار راه سعيب وصغير راه احنا نقوله ما يفيقش اما صغير يفيق بكل شي راه معناها صغير وش معناها راه واحديش اثناشن سنة اثناشن سنة اثناشن سنة وحتى لي 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 نحكي لك على اللي معناها بيش تواجلهم حتى النصيحة تقوله وركز مثلا على قرية تكرا ويصير في كل العائلات ولا راهوا عادي ايبوا امي نجموا يتناقشون نقاش هاترا سعيب بيش تخبي كما قلت انتي وسيمة راو ملعامين متل ثلاثة سنين راو صغير يبدأ يحسوا فهم كل شي راه ريتنا احنا كان يقولوا ولا لي صغير لي لي الدراسية الكل اكدت انه صغير ملعامين يبدأ يفهم كل شي ويحس كل شي والطفول يحس بالغلسون كي تبدأ ما انتو ان شاء الله ينجموا يحافظوا على العلاقة هذية ما بينهم بين صغارهم يحاولوا يخبيوا قد ما يقدروا والصغير زيدا وقل التلميذي يحاول زيدا ما يدخلش للمشاكل العائلية في قريةه يحاول يركز على قريةه هل هذا المطلوب يلا تك تك في دار فضقيق عطينا الاخبار السريعة ليلى عبداللطيف ليلى عبداللطيف العرفة جيتنا المرة هذية مش بحكيه بيش يسير ويسير 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 العلم عند ربي جيتنا بعطر خرجت تائه تائه لفاهم هذية عطر ليلى عبداللطيف لتقريب الأزوج هذية خوف هذية عطر ليلى عبداللطيف يظل الحقيقة فيه أنا أنا بصراحة مخوفني هو ماذا بيه ما يظهر لي برشا فنانين خرجوا لي برعن دمتاحهم ديوغا برشا برشا وش فنانين برشا شخصيات عامة خرجوا لي برعن دمتاحهم ليلى عبداللاطيف ولا ملابس ولا حاجة من هو عبير ليلى عبداللاطيف اسمها مربوط برشا بال استغلت اسمها استغلت اسمها بيش تبيع بيش تسوق للماركة متاحا كنتي تكيتشري عطر ليلى عبداللاطيف تنجم تقول كي شرب للحظ كوارجي راوي نجم يخرج برفا والله دي كل ينجم يكون بزنس مين عندو فلوس خام أما ليلى عبداللاطيف شم دخلها في الحضورات فهمت هنا يسوئيل ليوكي تربطوا بالأمور الأخرى تقول عطر ليجلب الحبيب عطر ليجلب الزوج ليلى عبداللاطيف شم دخلها في العطر أمان عطر ليجلب الحظ وكا ليجلب الحظ ما هي في إتار الجو دي هي فيك عليه شوالي العلم عند الله وكل شيء بيد سحارات عندي هنا ندي نجي انسيب قاتلك ليه فك علي نخيش نقطة كرمضان نمثلة ليه ليه عملت بيوتي نديين عملت خرجت مؤخرا الماركة متاحة للعطرات والمكياج معناها استثمرت ذكاء منها زيدا استثمرت خرجت الماركة متاحة مكياج دولي مازلت في المكياج وقالت التشكيلة الأخرى تخلط بعد خرج 2025. أما ذكي منها إنها استثمرت اللي هي وجهة إعليمي لبرشا برانديت. دونك وليت عملت لبراند متاحة. فكرة ذكية برشا. للي فكرة بينصور ذكية برشا إنه لعبية تستغل وراء واسمع خطر الفنانين وليوا على وعي إنه الفن ما يدومش إنه وراء ونهاري خير ينجموا يغيبوك ما يعايته لكش تلقى روحك بطال لازمك مشروعك الخاص اللي تنجم تستقاط منه اللي تنجم تعيش منه دونك اللي حل براند باسمه في فترة الشهرة على الأقل يستغل البريود متاع الشهرة متاعه بش يسوق للماركة متاعه. نهارة يطفى اسمه ويبعد على الساحة. يلقى البروجين متاعه دي جا ماشي دي جا مكور وهكي كي ناجم يكون يخدم مرتاح ويعيش مرتاح ويعيش مرتاح. ونختم بأدالي اللي قتلك لازم يناخد فترة راحة طويلة ما حددتش وقتش بش ترجع وبش تتوقف على الغناء. برشا فنانين عملو هادل. تون شوفوا الأسباب خاتر دي ما أدال كي تعمل هكا فما سبب برا. برشا فنانين يعملوا بوز وأكيد انو عندها أسبابها فترة راحة تحب تبعد تحب ترتاح فما سبب أكيد. أما أكيد انها كي بش ترجع بش ترجع بيقو تحبها دي أدال. عرفتك اللي تفجأ مستجنة على حريمة اللي اتفاجأت حسيتك أطفاء تحب بها. ما حسنت اصدميت أسمى لخت مباذيهه champion S ooh A What a كيفيش كتبولو نحب رونالد ومنحببش ميسيا القزمة اي 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 قدوه القامل بنحبني معنى كل نهار جيتكم مسا جيت غريبة بنتي بش نولي نحكي على ميسيا اهليك عليش اهليك عليش غضوة نكمل ونحكيو يلا وصلنا لنهاية الرحلة رفقناكم العشر النهار مشكورة جدا عزة في الاخراج سليم بن حمزة في الاخراج الرقمي كنا معكم موسيما سعفي كوتي ميكرو ومهدوش يعطينا اخبار سبور ونوصلوا مع بقية برامجي يلا لقاء نسكل باي باي